لا تكتفي ميليشيا أسد بفرض الإتاوات وابتزاز المدنيين والتجار على حواجزها ولا حتى بنهب ممتلكات الأهالي الذين هجرتهم وشردتهم من منازلهم ولأن حاميها حراميها كما يقال فقد كشفت صفحات محلية أن حواجز ميليشيا الفرقة الرابعة التي يتزعمها ماهر أسد هي المنفذة لعمليات التهريب في المنطقة الحدودية مع لبنان غرب حمص سخرية وغضب كبير لقاه الفيديو الذي نشرته صفحة فساد دواعش الداخل مؤكدة استيلاء ميليشيا الفرقة الرابعة على عمليات التهريب في المنطقة حيث أظهر الفيديو عناصر من الميليشيا على حاجز بعيون في منطقة تلكلخ غرب حمص وهم ينقلون بضاعتهم المهربة إلى الأراضي اللبنانية من خلال تحميلها على الدواب متسائلة عن سبب وجود الحواجز طالما أن المهربين هم من الحواجز نفسها معتبرة أن وجودها لتضيق على المدنيين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بحجة منع التهريب كاشفة عن أسماء ضباط وصف ضباط في الميليشيا يقومون بتهريب الأدوية والأجهزة الكهربائية وغيرها إلى خارج وداخل لبنان من مراسع تعليقات المدنيين على الفيديو بيّنت حجم السخط والنقمة على ميليشيا أسد حيث اعتبروا أن التهريب من اختصاص حماة الديار الذين يحق لهم ما لا يحق لغيرهم في وقت لم تقف فيه ميليشاة ماهر أسد عند التهريب وفرض الإتاوات بل إن الأمر وصل بها لحد مداهمة مزارع للأبقار داخل بلدة جراجير في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق وإخراج قطيع كامل لنهبه أمام أعين أصحابه الذين تصدّوا للميليشيا ومنعوها من عملية السطو في تأكيد مستمير على دناءة عناصر أسد وضباطه واعتبارهم أن المدنيين وكل ما يمتلكونه غنيمة حرب